سأنقل لكم صورا حقيقية وكما قلت قبل قليل إذا كذبوني سأنشر الأسماء وأنشر الصور وأنشر العناوين وأنشر أرقام تليفوناتهم وأنشر التفاصيل لكنني أريد أن أتحدث عن ظاهرة الفساد في مؤسسات السيستاني وبالتحديد في العتبات المقدسة فهي مؤسسات تابعة للسيستاني في العتبة العلوية التي هي بجوار بيت السيستاني الأمين العام للعتبة العلوية تعيينه يأتي بشكل مباشر من السيستاني نفسه قطعا بالاستعانة بولده محمد رضا ومن معه فلا بد أن يكون غلاما وعبدا منصاعا لمحمد رضا السيستاني لن يعين في هذا المكان المهم أن يكون أمينا عاما للعتبة العلوية المقدسة مكان مهم جدا وهو بجوار بيت السيستاني فالسيستاني بيته بجوار العتبة العلوية المقدسة بعمامة سوداء فالعمائم السوداء هي العمائم المتحكمة في الواقع الشيعي ماذا يفعل هذا الأمين العام للعتبة العلوية يزني بزوجات موظفي هذه المعلومة صحيحة دقيقة ما يقدرون يقولون المتعة نساء متزوجة الزوجات المنتسبين للعتبة العلوية الزوجات موظفي وأين يمارس الزنا في العقارات والمكاتب والشقق والفنادق التابعة للعتبة العلوية المقدسة فهي تحت سلطته هذه صورة وهذه صورة متكررة عند كبار المسؤولين وعند صغار المسؤولين في العتبة العلوية وفي سائر العتبات الأخرى التي هي مؤسسات سيستانية صرفة أمين عام شلون أمين من فدوة روح الهل أمين أو فدوة روح الهل مرجعية طايا حظة اللي يدورنه وين ماكوه حتصقط اجيبه وتعينه ماذا أقول لهذا السافل ده شوف لك وحدة ثانية شوف لك من غير مكان ماكو إلا نسوان الموظفين اللي يعملون معاك في العتبة هذه القضية ما هي بسر المنتسبون للعتبة العلوية يعرفونها ويعرفون من أقصد القضية ما هي بسر على منتسبي العتبة العلوية وبدأ الخبر ينتشر ويتحدث به من يتحدث به من النجفيين فقام مجموعة من وجهاء النجف من رؤساء الهيئات والمواكب من رؤساء الأطراف في مدينة النجف من الشخصيات الاجتماعية المرموقة وذهبوا إلى محمد رضا السيستاني وعرضوا الأمر عليه فانتفض في وجوههم رافضا كلامهم لماذا؟ لا لأنه لا يعرف فساد هذا الرجل لكن وجود فاسد كهذا في المؤسسات التابعة لهم ستر غطى عليهم ففسادهم أكثر من فساد هذا وأمثاله كما يقولونهم هؤلاء الوجهاء من أن محمد رضا قال لهم هذا الكلام ليس صحيحا وعلينا أن نحافظ كما ينقلونهم هل قال هذا الكلام بهذا النص أو لا ولكن بحسب ما ينقل هؤلاء الوجهاء المحترمون وإذا كذبوني السيستانيون فإنني سآتي بأسماء هؤلاء الوجهاء وآتي بصورهم وأعرض وأعرض كل ذلك على الشاشة يقولون يقولون من أنه قال لهم هكذا علينا أن نحافظ على بيضة الإسلام فالنجف بيضة الإسلام والعتبة العلوية بيضة الإسلام بيضة الإسلام هذا المعنى أخذ من معنى البيضة التي يلبسها المقاتل في الحروب القديمة إنها الخوذة التي يلبسها المقاتل في الحرب كي يحافظ على أم رأسه على رأسه وأم الرأس أعلى أصله كي يحافظ على أم رأسه من هنا استعير هذا المعنى فيقال للمركز المهم في أجواء المسلمين وفي أجواء الإسلام يقال له بيضة الإسلام قطعا كلمة البيضة لها دلالات أنا أعرف أن بيضة الإسلام بهذا المعنى أو ما يقاربه من الذي أشرت إليه لكنني ما كنت أعلم أن الإسلام له خصية يقال لها بيضة الإسلام خصية الإسلام الحفاظ هنا على خصية الإسلام والمسلمين وليس على بيضة الإسلام والمسلمين إذا كان محمد رضا قد قال لهم هذا الكلام كما ينقلونهم وشاع أمر زنا هذا الرجل وانتشار انتشارا ما بين الأوساط النجفية من كبار النجفيين وراجعوا محمد رضا مرتين ومرتين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك ومحمد رضا يصر على عدم اتخاذ موقف بخصوص هذا الفساد الذي يقوم به هذا الأمين العام هذا الخائن العام إلى أن جاءوه في مرة وهددوه هددوا محمد رضا بعد أن أروه فيديو 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 لهذا المعمم بالعمامة السوداء مع زوجة أحد موظفيه إلى أن أروه ذلك بالفيديو وهددوه قالوا له إن لم تعزله فإننا سنتابعه ومثل ما صورنا سنلقي القبض عليه وسنقوم بقتله وقتل المرأة التي معه أيًا كانت هذه التي في الفيديو أو أن تكون أخرى سنقتله ونقتل المرأة التي معه وستكون فضيحة بجلاجل كما يقولون ستكون الفضيحة بجلاجل الجلاجل هي الأجراس التي توضع في أعناق الحيوانات هذه هي الجلاجل فحينما تتحرك الحيوانات تدق هذه الجلاجل الأجراس في أعناقها ستكون فضيحة بجلاجل كما يقول المصريون في ثقافتهم الشعبية هنا توقف محمد رضا السيستاني ورأى أن الأمر خطير جدا لذا عزله عزله وعزل وعخب الأشخاص العاملين في العتبة العلوية الذين رتبوا تصوير الفيديو الذين راقبوا أمينهم العام وراقبوا القضية وصوروا ذلك الفيديو هؤلاء عقبوا وطورتوا وزوج المرأة أيضا التي كانت في الفيديو عقب أيضا بالطرد ولا ندري هل طرد فعلا أو وضع في مكان أمين على أي حال أنا لست بصدد تتبع التفاصيل طردهم للذين صوروا الفيديو أدل دليل على أنهم عالمون بفساده على أنه يفعل ما يفعل لأنهم يريدون الفاسدين والفاسدون عليهم إلهم ستر وغط بالله عليكم هذه الصورة تحدثنا عن صلاح وإصلاح في هذه الأمة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة لدار أمير المؤمنين بعممة سوداء وبتعيين من السستاني راتب ضخمة وأموال وحمايات وسيارات وخدم وحشم وعقارات وفنادق كل هذا في خدمته بإمكانه أن يمارس الزنى مع أي الكذابون في هذه الأمة نحن عدنا من يوقع على المؤخرات في العتبة الحسينية إنه توقيع بقلم تشريعي لكن يبدو أن جناب الأمين العام يوقع بقلم تكويني على فروج زوجات موظفي هذا يوقع على الفروج ولكنه يوقع بقلم تكويني من تف على هذا الواقع وتف على هذه المرجعية وتف على هذا المجتمع الشيعي القذر الذي يقدس هذه المرجعيات القذرة هذا الأمر ليس خاصا بمرجعية السيستاني هذا الأمر منتشر في كل مرجعيات النجف وكربلاء هذا الفساد في أولادهم في أصهارهم في وكلائهم في الذين يدورون في فلكهم نذهب إلى فاصل شخص كان عمله في شؤون البناء عامل بناء يختص ب لون من ألوان أعمال البناء كان فقيرا صار مليارديرا الآن من مسؤولي العتبة العباسية قطعا ب شهادات أكاديمية مزورة لا شأن لي بالإسم لكنهم إذا كذبوا سأعرض الأسماء الأسماء والصور وسائر التفاصيل أنا لا أتحدث عن الأسماء أتدرون لماذا لأن الأشخاص ليسوا مهمين حتى لو عرفوا وحتى لو أن السستانية يريد أن يرتب أثرا أتدرون ماذا يصنع سينقل هؤلاء إلى مسؤولية أكبر بعد أن يمنح إجازة كي يسافر إلى تركيا إلى لبنان إلى أي دولة أخرى كي يتمتعوا هناك وبعد ذلك يعودون ويستلمون وظيفة أعلى ويجلب بدلا منهم ما هو أسوأ وأنجس منهم هذه سيرة السستانية وسيرة الأحزاب الشيعية الدينية هذه سيرة المعمول بها فإذا ما ثبت الفساد على شخص من أتباعهم الفسدين يعزل لفترة معينة ويمنح إجازة ويسافر على نفقتهم لشهرين أو ثلاثة ثم يعود كي يستلم وظيفة أفضل وبراتب أعلى المحل السابق يؤتى بشخص هو أسوأ من وأحقر من وأقبح من وأفسد من هكذا تدار الأمور في المؤسسات التابعة للسستاني وحتى لبقية المراجع الحال واحد أنا لا أتحدث عن السستاني فقط السستاني لأنه هو المرجع الأعلى فيكون في المنزلة الأولى في حديثي وإلا البقية على نفس المنوال وكذا هي الأحزاب الشعية الدينية لأنهم جميعا يشربون من نفس الكنيف ويأكلون من نفس الكنيف من هذا المنهج الأعواج من منهج حوزة الطوسي هذا المنهج القذر على أي حال نعود إلى هذا الذي كان عاملا يعمل في بعض ألوان أعمال البناء وصار مليارديرا بعد أن عين من قبل السيستانيين في النجف عينوه مسؤولا في موقع كبير ومهم في العتبة العباسية بحيث كان يقول ويردد من أن أحمد الصافي الذي هو المسؤول الأول في العتبة العباسية لا يستطيع عزله لا يستطيع نقله من وظيفته هذه لماذا لأنه مؤيد ومبارك من قبل محمد رضا السيستاني على أي حال هذا الرجل طغى كثيرا يسافر لأجل المتعة الجنسية إلى خارج العراق من جملة البلدان التي يذهب إليها يذهب إلى لبنان يقيم علاقات جنسية مع لبنانيات إلى أن وصلنا إلى النقطة التي أريد الإشارة إليها فجاءت لبنانية تريد أن تقابل المسؤولين تريد أن تقابل أحمد الصافي طردوها فرفعت صوتها عاليا في الصحن العباسي من أنهم لو لم يقابلوها ومن أنهم لو لم يضعوا حلا لمشكلتها مع ذلك المسؤول الكبير السيستاني فإنها سترفع أمرها للإعلام والفضائيات لما وصل الخبر إلى أحمد الصافي سهرع لإغلاق هذا الأمر إنها فضيحة في العتبة العباسية فالتقى بها فالتقى بتلك المرأة التي قالت من أن هذا المسؤول قد خدعها وقد ضحك عليها فكيف أغلق أحمد الصافي هذه القضية لقد قرر لها راتبا من أموال العتبة العباسية راتبا عاليا إلى آخر عمرها وهذا الأمر ثبت بشكل قانوني هذه لبنانية ما هي بعراقية حتى يضربوها ميشلاق هذه لبنانية وجاءت وجاءت وهي عارفة ماذا تفعل وماذا تصنع فلذا أعطيت راتبا عاليا إلى آخر عمرها وأعطيت مكافأة وماذا بعد واشتروا لها بيتا فخما في لبنان كل ذلك لأجل لأجل الذكر العزيز المحترم المبجل لذلك المسؤول السيستاني هنا استطاع أحمد أحمد الصافي أن يخرجه من تلك المسؤولية وأن يوكلها إلى شخص آخر وأعطوه إجازة ذهب إلى تركيا كي يمتع ذكره العزيزة العزيزة المبجلة المحترمة بأموال العتبة العباسية وإذا ما فعل شيئا أيضا فإن العتبة العباسية ستسدد الآثار التي تترتب على ما يفعله ذكر ذلك المسؤول السيستاني الكريم ذهب إلى تركيا لمدة شهرين تمتع هناك مع التركيات وعاد إلينا عاد بطلا فاتحا عظيما وها هو إلى يومك هذا مسؤول كبير في العتبة العباسية إنه عضو في مجلس إدارة العتبة العباسية إلى هذه اللحظة أنا لا شأن لي بهذا السيد السيستاني الكريم بهذا عامل البناء الذي صار مليارديرا لا شأن لي بهذا الرجل كما قلت لكم إذا عزلوه سيأتون بشخص آخر وهو يضع في وظيفة أفضل ويكرم وتقدم له المكافآت هذا هو واقع المرجعية السيستانية أنا عندي سؤال لأحمد الصافي أحمد الصافي أنت سورة الفاتحة ما تدبرها وأخرجنا الفيديوهات معقول العباس وموكلك على أمواله بحيث تصرف بها بكيفك هذه أموال العباس العباس موكلك أن تدفع من أمواله لتغطية نفقات أهثار الذكر العزيز لذلك المسؤول السيستاني العباس مكلفك محمد الرضا السيستاني مكلفك من أموالي مكلفك هذه أموال العباس تدفع لأجل أن يتمتع هؤلاء السفلة من موظفي العتبة العباسية كي يمتع ذكورهم كما قلت لكم تبين أن للإسلام خصية يجب الدفاع عنها مثل ما قال لهم بخصوص الأمين العام للعتبة العلوية أن حافظوا على بيضة الإسلام حافظوا على خصية الإسلام وهنا نحافظ على ذكر الإسلام تدفع الأموال من أموال العباس كي يتمتعوا وبعد ذلك حينما تظهر فضائحهم لابد من سد فضائح ذكورهم من أموال العباس يمتكلفك العباس يا أحمد الصافي يا أحمد الخابط أنت مو صافي أنت خابط يا أحمد الخابط يمتكلفك العباس حتى تدفع فلوسه تست فضائح ذكور السيستانيين يمتكلفك أين هو الصلاح والإصلاح أنت وغيرك تخرجون علينا في خطب صلاة الجمعة تحدثوننا عن الصلاح والإصلاح الذي حدث في الأمة بعد مقتل الحسين أين هو هذا الصلاح والإصلاح نذهب إلى فاصل